مش مهندس النهاردة كانت يعني أول أسبوعين الأخيرين كانوا حفلين بالعديد من الندوات هنا في ستوديو النمسا ميديا إنفو جرات وحضرتك اللي كنت بإدارة الندوات دي يعني كانت فعلا ندوات يعني الأولى من نحة على مستوى النمسا في الجالية الناطقة العربية ممكن تقول لنا إيه هي مخرجات الندوات دي يعني خصوصا إن احنا مؤخرا إنضم لينا جمهور بيشاهد معنا هنا الندوات دي live معنا في الستوديو ويعني أدى لنوع من التفاعل بين الضيوف وبين الجمهور يعني قل لنا إيه هي مخرجات الأسبوعين الأخرى من الندوات اللي تم هنا نعم تحية لك زميلة ريم والسامية السادة المشاهدين والمتابعين معنا على النمسا ميديا يعني فعلا كان عندنا أسبوع حافل أو عشرة أيام حافلة بصراحة للأسابيع اللي فاتت حاولنا مثل ما تفضلتي إنه فعلا نستهدف الجالية الناطقة بالعربية بندوات نخبوية من المستوى الرفيع جدا مع ضيوف كمان على مستوى عالي من الثقافة والوعي بالحالة السياسية خاصة بما يخص موضوع حديث النمسا صراحة حتى أنا أكون منصف رح حاول أسطارد هيك سريعا يعني الكتير هيك خلينا نقول يعني الضيوف اللي إحنا استضفناهم ضمن حديث النمسا الأسبوع الماضي كان عنا أولى الندوات اللي احنا افتتحنا فيها صعود اليمين وتبعاته على المهاجرين يعني في السنوات الخمسة المقبلة استضفنا فيها الأستاذ رفعة الزيادة واللي هو كان هو مفكر ومحلل سياسي وأيضا الأستاذ ناصر الحايق الصحفي المستقل صراحة ريم كانت هذه الندوة يعني فينا نقول إلى حد كتير كبير جيد جدا وكمان كان فيها جمهور شارك برأيه ضمن يعني معطيات الحالة الانتخابية الاستاذ رفعة الزيادة مثل ما تعودنا عليه دائما عنده نظرية التحليل النفسي اللي دائما هي بينتهجه بكل قراءاته وبيحاول أنه يرجع بالأحرى كل مشكلة إلى أصله من خلال تحليل نفسي هو باعتبار يعني تقريبا موجود ضمن آلية حزب الشعب النبساوي لحزب الحاكم استاذ ناصر الحايق كمان حافظ على نمطيته المعهودة ألا وهي يعني مهاجمة اليمين التخويف من اليمين إثارة حالة يعني فينا نسميها نوعا ما حالة من الرعب من اليمين المتطرف بنفس الوقت حاول يكون يعني موضوعي بأنه يستشهد ببعض القصص الحقيقية اللي صارت سابقا بما يخص موضوع اليمين المتطرف يجينا على الندوة الثانية واللي هي كانت ضيفتنا فيها الأستاذة المحامية غنوة إشحادة وأخذنا معها الموضوع المتعلق بالتغييرات القانونية بعد الانتخابات وتحديات الاندماج الأجانب واللاجئين كمان كانت صراحة ندوة بالغة الأهمية وكانت الأستاذة غنوة متألقة صراحة بطرحها اللي قدمته وحاولت أن تستشرف القوانين اللي فعليا هي ممكن أن تتغير قالت أنه موضوع ممكن تشديد قانون الأجانب القانون الجنائي ممكن يتشدد إضافة لموضوع الجنسية أشارت أنه كمان إحنا ممكن أن نكون مقبلين على حالة من تشديدها أيضا ننتقل للندوة اللي بعدها واللي كانت هي في مطلع هذا الأسبوع وبدأنا فيها بندوة كانت يوم الثلاثاء الماضي نعم مع أستاذ كانت تحمل هل يواجه اللاجئون صعوبات في الاندماج وسط تخوفات من وصول حكومة يمينية وهنا أخذنا تجربة موضوع هو اللاجئين السوريين هاي اللي حاولنا نحنا أن ندقق عليها بصراحة ندقق فيها يعني موضوع اللاجئين السوريين كتجربة فكان فيها مستضفنا فيها الأستاذ بسام العيسمي هو محامي وحقوقي والأستاذ إياد حسن كاتب ومعلم لغة ألمانية واندماج وأيضا أستاذ إياد حسن صلاح فرحو عفوا صلاح فرحو اللي هو كمان أستاذ لغة ألمانية وأستاذ اندماج صراحة الثلاثة انفردوا بشكل كتير مميز بهذه الندوة بحاولوا يضيفوا عليها كتير من الأمور الجيدة أستاذ محامي بسام العيسمي مثل معاهدنا فعلا كان برؤية القانونية وحاول أنه يعطينا ويأكد أنه حق قانون اللجوء ليس حق منزل وممكن أنه يتغير وممكن أن النبسة تنسحب من اتفاقيات كتير فكان في عنده إضافة بالغة الأهمية بهذا الخصوص أستاذ زياد حسن كمان حاول يشير لموضوع بالغة الأهمية أيضا هو موضوع يعني تقريبا أنه اللي بياخد الجنسية ومبعود يتعاق يعني بينفرد بحياته الخاصة ومبعود يعني كتير مكترس بأنه يأثر بالحياة السياسية والمناخ السياسي فممكن بينعزل عن نفسه فبالتالي هذا الشيء بيأدي لعزلة ولعدم تمثيل ولعدم تمثيل للناتقين بالعربية ضمن منابر السياسة إن كانت من خلال الأحزاب أو إن كان من خلال إنشاء أحزاب جديدة وكمان أجمعنا جميعا على أنه ممكن هاي الرؤية تتغير مع الخمسة إلى العشر سنوات المقبلة أستاذ صلاح فرحه كان في عنده أيضا إضافة رائعة جدا وحكى أنه ليش ربط الجنسية دائما بالمال وقال مقولة جدا يمكن هي فعلا أنه انفرت فيها قال إذا نحن بدنا نقارن باللي عنده دخل أكبر وعلى أساسه على هذا الأساس نقيس الاندماج فتاجر المخدرات هو المندمج الأفضل في هذه النمسة باعتبار ممكن يكون عنده أكثر دخل ممكن مننتقل للندوة اللي بعدها طمعا هي كان فيها جمهور ولكن جمهور شوي ضعيف ما كان كتير يعني كثيف كمان شارك فيها ببعض الأسئلة الندوة الثالثة أو الرابعة بالأحرى كانت حديث النمسة أيضا الانتخابات النمسوية ومواجهة تحديات الإسلام السياسي استضفنا فيها صراحة نخبة مميزة جدا أيضا كان فيها الأستاذ أحمد الرمح المفكر الإسلامي والمنظر بالتنوير وقضايا التنوير والإعلامي سائر الناشف الإعلامي والكاتب وأيضا الأستاذ رفعة الزيادة كباحث ومفكر سياسي كمان هاي الندوة ريم كانت هامة جدا الأستاذ أحمد الرمح حاول يقدمنا تعريف على موضوع الإسلام السياسي وشكله وتحديات تجاوزه وكيف ممكن يعاد تقطيره الأستاذ رفعة الزيادة حافظ على السردية الخاصة فيها موضوع إعادة المشاكل لأصله وتحليله من خلال المشاكل النفسية وطرح فكرة مأسسة أو مش مأسسة عفوا عقلنت عقلة الإسلام السياسي واحتواءه ضمن المجتمعات الأوروبية فيما حذر الأستاذ سائر الناشف من موضوع أن الإسلام السياسي ليس فقط يؤثر على النمسا ولكن أيضا يصدر إلى الدول العربية مشاكل وقضايا أخرى ومنيجي على الندوة الأخيرة واللي هي فعليا كانت في الأمس وكان فيه إلى صدق كتير كبير واللي هي فعليا استعرضت موضوع القضية الفلسطينية أخلقنا عليها القضية الفلسطينية بعد الانتخابات السياسية السياسة الخارجية عفوا بعد الانتخابات السياسة الخارجية وتجربة حزب قائمة غزة استضفنا فيها الدكتور شادي أبو ظاهر واللي هو طبيب أمراض باطنية ومرشح قائمة غزة عن النمسا السفلة وكان معنا أيضا السفير الفلسطيني لدى النمسا السيد صلاح عبد الشافي خلينا نقول كمان هاي كان فيها جمهور حاشد يعني كان فيه تقريبا بدون الاستوديو ما يصل ل 15 شخص أو أكثر من 15 شخص تقريبا الدكتور شادي أبو ظاهر صراحة اتميز بطريقة تقديمه لفكرة قائمة غزة ولماذا هي كانت ضرورة وليش هي التحديات اللي 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 بتمثل السياسة النمساوية وتملصة من واجباتها تجاه القانون والحياد فكان انه في الخلاصة كان لابد من انه يكون في عندنا شي اسمه تجربة قائمة غزة السفير الفلسطيني صلاح عبد الشافي فعليا حافظ على خطابه الدبلوماسي اللي بيكون خلينا نقول خطاب تصالحي خطاب منطقي حاول انه يقدم فيه رؤية واضحة عن الشي اللي اللي عما يكون في الوضع النمساوي المشاركة اللي كانت مبارح مميزة جدا بصراحة من الجمهور يمكن اللقطة الواضحة أمامي بتصور هي كفيلة بانها توضح يعني التفاصيل كان في عنا جمهور كتير واسع أكثر من نصف النساء بصراحة يعني كان في عنصر نساء مبارح كتير كبير تقريبا ستة إلى سبع سيدات كانوا موجودين ضمن هذه الندوة كمان كان في وجود للشباب الفلسطيني واللي هو جزء أصيل من هذه يعني من الدفاع عن هذه المشكلة فبالتالي كانت صراحة الندوة المميزة امتدت لتسعين دقيقة كان تقريبا نصفة تقريبا نصفة يعني أو خلينا نقول يعني أربعين بالمئة منها مخصصة للجمهور واللي هو فعليا كان عما يقدم فيها وجعه وقلمه وكان عم يحكي فيها ويناقش فيها كان في حضور مميز من الأستاذ محمد عزام رئيس البيت العربي النمساوي والدكتور فريد حنة والأستاذ رفعة الزيادة وأيضا عدد آخر من الحضور المميز يعني فعلا أسبوعين كانوا حفلين من أولهم لأخلهم يعني حاجة فعلا فعلا النمسا مين دادا نفرد بالمدوات طبعا يعني نحنا هذا غايتنا أنه نحنا فعليا نقدم وعي استثنائي للناتقين بيئة العربية في النمسا حتى فعلا يصير عندهم فهم للحال وتبقى دعوة النمسا ميديا مفتوحة دائما لأي شخص حابب أنه فعلا يقدم وجهة نظر ويقدم رأي معين ضمن يعني إطار البرامج اللي هي موجودة عندنا نعم وإحنا شعرنا لنكتمل بالمعرفة 100% نعم وإحنا شعرنا لنكتمل بالمعرفة